طيب فيه حاجة مهمة قوية فاندر ايه الحاجات اللي ماينفعش لو لا قدر الله فيه حريق في المنزل يقولك دايما دايزود النار متعملش كده مش عارف ايه تلاقيه ناس مثلا جابت مثلا كافر سرير او بطانية او حاجة الحاجات اللي احنا بنشوفها دي ايه الحاجات اللي لا ما تعملش كده بالعكس ده هيزود النار اكتر طيب خلينا نفرق بين حاجة تيه فيه حاجة اساسية وكل ام بتعلم بناتها تحديدا يعني اللي هي حرايق المطبخة فيه عندنا شابتر كده كتاب كده اسمه حرايق المطبخة هو له ستايل يعني مشاكله بتبدأ من الموقض اللي هو يعني البتاجاز والزيت والقالي وبتاقي لو النار عملت ممنوع منعا تمن تفكر رأيها تجيب مياه ليه المياه تنزل تحت الزيت هتطلع فوق أوكي هيقوم بوووو هيعمل نار هيعمل كارسة أوكي ويائزي الشخص فإذا أول حاجة في حرايق المطبخ أو في الزيت عموما في القلي وخلافة الستات كلنا بكلهم بيعملو ممنوع المياه بتعمل ايه بتجيب غطة تقول كاد ما فيه خلاص خلصان أوكي غطة بس غطة وأي أم بتعلم بناتها لما تيجي بfinitely خلاص هتتجوز تبقى مسؤولة بتقول لها كده طيب نفس القصة ديت لو رجعنا للبيت العادي أو المكتب العادي أو المكان العادي احنا نظرية الإطفاء عن دينار أو نظرية الحريق في العموم لو فهمناها هنعرف ازاي نتقومها مادة قبل الاشتعال مصدر حراري أكسوجين أوكي لو التلاتة دول تواجدهم مع بعض هيحصل تفاعل أو التسلسل ده السلسلة التفاعل دي هتشتغل طيب لو أنا عندي بس في اللحظات الأولى قدرت أشيل الأكسوجين هاشيله ازاي بقى هو طبعا الأكسوجين موجود في كل حد لكن هاشيله ازاي التفاية ولعت يعني التفاية هوت وأنا بعمل كده وكان فيه مثلا منديل وحطت السجارة ففجأة لقيت أنت عاملة كده أكتهمها بحاجة؟ أكتهمها فأنا لو حتى معايا فوطة أو معايا مش عارف إيه لو أنا قمت كبسها بيها زي ما بنشوف في الأفلام لما بيكون حد اللي قدر له بيولع بيجيبوا بطانية ويغطوا بيها ويغطوا بيها عشان الأكسوجين ويدي نقطة تانية أنا بتمنى أنا يمكن من البلاجات الكبيرة اللي باحد تشتغل فيها أنا كنت أحد المسؤولين عن المجال ده في القاهرة فكان فيه حادثة كبيرة في رمسيس حطة الكترات راح ضحاية الله يرحم المهم فيه ناس كانوا بيرموا عليهم مية مهم شاهمين ده عدم وعي الطبيعي بجيب بطانية بجيب جاكت ما قدرتش ألففه هو أضحرجه يعني المهم أمنى يعني إحنا نقدر نختصر ونقول في حالة حدوث حريق لا قدر له بالنسبة للشخص بالنسبة لأي حاجة إن إحنا نحط بطانية على طول ونفتعد تماما عن المية تماما بس أنا أريد أقول حكي إن الناس يعني فكراها على طول بعد الشارة بعد الشارة حد مثلا فيه نور أو حاجة بديه حيروش مية أو كده فليه المية خطر بكتابة الشخص اللي وصله حريق ممنوع المية لأن الحرارة والحريق ده بيأذي الاسكن يعني حتى قصدك لو النار تطفت إحنا بنضمر الشخص نفسه بصد آه أوكي لأن المية حطت في نار ولكن الشخص هيموت ده بيساعدة لموته ولا قدر الله الاسكن في اللحظات دي بيبقى خطر إنك تعمل بيحصل مشاكل أو نوع أعوض عشان الدم